بسم الله الرحمن الرحيم معنا يا ولد بإذن الله الدرس السابع في الوحدة التسعة اسمه ضرب الأعداد الكسرية ولكن بالكسور غير الحقيقية أمال اللي خدنا المرة اللي فاتت كان ضرب الأعداد الكسرية بإيه؟ بخاصية التوزيع أني أنت تفكي كل عدد كسري من الجنبين وترجع توزع المراضي بقى ما فيهش توزيع أمال فيها إيه؟ كسور غير حقيقية بصت أكبر من مقامه دل نشوف العدد الكسري 3 وربع في العدد الكسري 1 ونص بقولك ضربها باستخدام كسور غير حقيقية طب ده أصلا عدد كسري إزاي نيخلي كسري غير حقيقي يعني بصت أكبر من مقامه اللي مستر حمد قالك دلت ربنا عليه وإحنا صغيرين اسمها بالبلد نرفع الكسر حط هنا فيه وهنا زائد والأغنية بتاع مستر حامد دا في دا زائد دا وانسيب المقام زي ما هو طب ورينا كده مستر 3 و4 ب12 وكمان 1 و13 والمقام زي ما هو اهي دي قسور غير حقيقية عالجنا الأول نعالج التاني هنا فيه وهنا زائد واحد في اتنين باتنين واحد في اتنين وكمان واحد واحد ثلاثة والمقام زي ما هو الله الله بقى بسط ومقام بسط ومقام زي الدرس اللي ايه قبل الأخير نعمل ايه نشوف طريقة المقصات هو انت يه 3 تقبلي مع الاربعة لا هو انت يه 13 تقبلي عن الاتنين لا نضرى بالبسطين ونضرى بالمقام 3 في 13 خدها واحدة واحدة 3 في 3 بتسعة و3 في واحد بكام بتلاتة بقى التسعة وتلاتين و2 في 4 بتمانية البسطي اكبر من المقام نعمل ايه ولاد نشوف اللي التسعة وتلاتين اكبر من التمانية نعمل ايه نقلل طب 38 لا طب 37 لا تقعد تقلل لما تبقى 32 32 على الكام 32 على 8 فيها الكام فيها الاربعة اربعة في تامنية باتنين وثلاثين يبقى اربعة قللت كام لما اعتبرت باتنين وثلاثين قللت سبعة والمقام زي ما هو خلصت في نفس السطر يلا واحدة كمان ده عدد كسري وده عدد كسري يبقى نرفع الكسر شرطة لدي وشرطة لدي وشرطة للإجابة هنا في وهنا زائد هنا في وهنا زائد دا في دا زائد واحد في اربعة باربعة وكمان تلاتة يبقى سبعة والمقام زي ما هو اتنين في تلاتة بستة وكمان واحد يبقى سبعة والمقام زي ما هو نجي للاختصار بطريقة المأصات هو أنت يا سبعة تقبل مع الأربعة لا طب تقبل مع الثلاتة لا مش بالعافية نضراب لي فوق ونضراب لي تحت سبعة في سبعة تسعة واربعين تلاتة في اربعة في اتناشر إلحق يا مستر البسطي أكبر من المقام تسعة واربعين على الاثناشر نعتبرها تمانية واربعين شمعنا تمانية واربعين يا مستر حامل علشان تمانية واربعين على الاثنشر فهلا اربعة اربعة في اتناشر بتمانية واربعين ويقللنا واحد والمقام زي ما هو بس خلاص اللي بعدها عادك كسري في وزائد في وزائد لازم اعمل الفي وزائد دي لا بس عشان دي اول شريحة بعودك لحد ما تتعود وتبقى معلم بعد ما تبقى معلم انطلق ما تعملهاش واحد في ستة بستة ومعنا خمسة يبقى احداشر والمقام زي ما هو التانية ننفي تلاتة بستة ومعنا اتنين يبقى تمانية والمقام زي ما هو نجي للاختصار بالمقصات يلا نختصر يلا هو انطي احداشر تقبلي مع التلاتة لا هو انطي يا تمانية تقبلي على الستة لا ولكن التمانية والستة اعداد زوجية نقدر نخسسهم شوية ينفع يعملوا رجين كمان شوية على الاثنين فهلا اربعة على الاثنين فهلا تلاتة اضرب بقى يا مستر فوق اربعة في احداشر باربعة واربعين و تلاتة في تلاتة بي تسعة البست اكبر من المقام كم على كم اربعة واربعين على كم يا ولاد على التسعة تمام عدد دي يبقى انا اعتبر دي كام ستة وتلاتين ستة وتلاتين على التسعة في هالاربعة وقللت تمانية والمقام زي ما هو ادي الاجابة باختصار تمام تمام راجع راجع واحد في ستة بستة ومعانا خمسة حداشر على الستة طب هنا اتنين في تلاتة بستة ومعاك اتنين تمانية على الكام تمانية على التلاتة اهي تمام يلا نشوف واحدة تانية نرفع الاي جماعة الكسر لان ده عدد كسري وده عدد كسري من غير ما نعمل فيه زائد بقى اتنين في اتنين باربعة اتنين في اتنين باربعة اربعة وواحد خمسة يبقى خمسة على الاتنين يبقى فوق يا جماعة خمسة وتحت اتنين ودي فيه اربعة في خمسة بعشرين وكمان اتنين اتنين وعشرين والمقام زي ما هو ادي المسألة خمسة على الاتنين في اتنين وعشرين على الخمسة نشوف الاختصار دي تقبل معدي اه على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الحداشر دي شبه دي اشتب واحد اشتب واحد فاكرين اه فاكرين اضرب فوق حداشر اضرب تحت واحد واحداشر على الواحد فيها الحداشر اللي بعدها شرطة دي فيه شرط البيع ودي شرطية الإجابة 1 في 2 بتنين وكمان 1 تلاتة على 2 2 في 3 ب 6 وكمان 2 تمانية على التلاتة ناخد المقصات التلاتة شبهي التلاتة اشتب واحد اشتب واحد التمانية تقبل على الاتنين على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاربعة اضرب فوق أربعة اضرب تحت واحد اربعة الواحد فيها الاربعة صحيح ده عدد كسري وده عدد كسري اللي اتنين محتاجين علاج اتنين في تلاتة بستة وكمان اتنين يبقى تمانية والماقم زي ما هو واحد في تلاتة بتلاتة وكمان واحد يبقى اربعة والماقم زي ما هو ناخد الاختصار بالمقصة يا ملك ليلة تقولي الاربعة ما بتقبلش مع التلاتة ومصطفى حجاج يقولي التمانية ما بتقبلش مع التلاتة طب نعمل ايه هنا نضراب اللي في بعض ونضراب اللي تحت في بعض 4 في 8 ب 32 يا رقية 3 في 3 ب 9 يا ندا اللي 32 أكبر من التسعة نعتبرها كام نعد نقلل نقلل لما تبقى 27 لما تبقى كام 27 27 على التسعة فيها التلاتة وقللنا كام من 27 لل 32 خمسة والماقام زي ما هو هتطلع الإجابة كام يا ولاد 32 في 3 و 5 نطلع الإجابة بتاعتها هتطلع الثلاثة وخمس أتساعة واحدة كمان واحدة كمان 4 ونص 4 في 2 ب 8 ومعنا 1 تسعة والماقام زي ما هو يلا يا سندي دخل الثانية 2 في 3 ب 6 وكمان 2 يبقى 8 ويا سين يقول الثلاثة زي ما هي نختصر يا سجود الثلاثة تقبل على الاثنين على الاثنين فهل واحد على الاثنين فهل أربعة يا يوسف التسعة تقبل مع الثلاثة أبدأ بالزغير يا عمر على الثلاثة فهل واحد على الثلاثة فهل ثلاثة اضرب فوقي يبقى اتناشر وتحت واحد وأي حاجة على الواحد بنفس الحاجة تبقى الإيجابة اتناشر اللي بعدها الله الله إلحق يا مستر ده ده عدى الكسر وده بسطه مقام عادي خدعة نعالج الأول طب والتاني التاني متعالج ليه متعالج لإنه بسطه مقام يا جماعة يبقى نعالج الأول بس مش شرط حسب طبيعة المسألة ستة في اتنين باتناشر وكمان واحد تلاتاشر والمقام اتنين التاني بسطه مقام أمور أمور يبقى تسيبه مش بالعافية أهو اللي أربعة تقبل مع اللي اتنين أيوة تقبل يا جودي علي اتنين فهل واحد علي اتنين فهل اتنين التلاتاشر شبه التلاتاشر يا نورة يبقى اشتب واحد اشتب واحد اضرب فوق يبقى اتنين اضرب تحت يبقى واحد تبقى الإجابة اتنين يا قريج نجي لدي إلحق يا مستر عدد كسري وعدد كسري يبقى نرفع الكسر يلا يا ندا 1.4 ب4 و1.5 والمقام 4 2.4 ب8 وكمان 3.11 والمقام زي ما هو نعمل إيه دي الوقت في اختصار بين الـ 11 والـ 4 لا بين الـ 5 والـ 4 لا نعمل إيه جماعة نطلع الإجابات نضرب البسط في البسط وندرب المقام في المقام ونعمل علامة يساوي لإنه ما فيش اختصارات 5 في 11 بـ 5 وـ 5 وـ 4 وـ 4 بـ 16 طب الـ 55 تاخد 5 ستشرايا تعال نعملها بالعقل 16 و 16 32 وكمان 16 48 الرابط من الـ 55 يبقى تاخد 3 16 يبقى تاخد 3 بـ 48 ومن الـ 48 للـ 55 يبقى الفرق 7 والمقام 16 زي ما هو ونقضي الآخر شريحة معنا أهي ونختم درسنا الجميل برب الأعدال الكسرية بخصور غير حقيقية 1 و 3 1 في 4 وكمان 3 7 والي المقام 1 في 2 وكمان 1 3 والي 2 2 نروح للمقصات الـ 4 والـ 3 ما فيش اختصار السبعة ما بتقبلش على الـ 2 إذن مش بالعافية 3 في 7 بـ 21 و 2 في 4 بـ 8 8 في كام بـ 21 أو أصغر 8 في 3 بـ 24 أنت كده عديت يبقى ناخد 8 في 2 بـ 16 يا مستر ومن الـ 16 للـ 21 فرق 5 والمقام زي ما هو واحدة جديدة 2 في 5 بـ 10 وكمان 4 يا يوسف 14 ودي المقام 1 في 3 بـ 3 يا محمد وكمان 2 5 ودي المقام نروح للاختصار بالمقصات بصي كده يا ليلة تقول لي شبعي الخمسة يبقى الخمسة تروح مع الخمسة اشتب واحد يا صلاح يتبقى واحد 14 ما بتقبلش على الثلاثة خلاص نضرب يا مريم 1 في 14 بـ 14 و 3 في 1 بتلاتة الـ 14 أكبر منين يا جماعة أكبر من الثلاثة يا بوسي نعتبر دي 12 12 على الثلاثة فهل الاربعة وقللنا اتنين والمقم زي ما هو يلا يا كريم اللي جاي واحد في سبعة بي سبعة ومعانا واحد تامنية والمقم زي ما هو اتنين في تلاتة بستة ومعانا واحد سبعة والمقم زي ما هو السبعة شبعي السبعة يا عبد الرحمن اشتب واحد اشتب واحد التمانية ما بتقبلش مع الثلاثة خلاص مش بالعافية واحد في تمانية بتمانية وتلاتة في واحد بتلاتة تمانية على الثلاثة ما بتقبلش طب سبعة لا طب ستة آه نعتبر دي ستة ستة عالتالاتة في هل اتنين ويقللنا اتنين والمقام زي ما هو ادي سؤال الامتحانات ودي طريقة حل الامتحانات طيقة رفع الكسر الادية مقليدية اللي تربنا عليها واتخلص المسألة في سطر واحد يا رب دي سيكون سهل وبسيط ومفهوم يا ولاد